يعني أحمد هذه العملية عملية بدأت بواكيرها قبل التاسع يعني في يوم تسع وعشرين من آب المنقضي كانت هناك مراقبة ملاحقة متابعة بينة واضحة لرجال جهاز مخابرات الوطن العراقي عبر الأراضي السورية انطلاقا من هذه الأراضي وصولا إلى المناطق الغربية عند تخهوم محافظة الأنبار غرب البلاد ويعني لاحظت جهاز المخابرات الوطن العراقي حركة غريبة رصدتها في الصحراء الصحراء واد القذف وبالفعل يعني تم تشخيص وجود أكثر من خمس مضافات إلى ست مضافات في تلك المنطقة لكن كانت هناك مضافتان هذه أو تلك المضافتين كانت تجهز بالعديد من الأسلحة والتقنيات وأجزة الاتصال والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة فضلا عن قيادات بارزة بالتنظيم لكن كانت القيادات تسكن في الصحاري والوديان لذلك كان يصعب تشخيصها إلا بعد مقتلها واستهدافها في يوم 29 أب من الشهر المنقضي وخرجت النتائج الـ DNA عند مساء يوم أمس وبالفعل كانت النتائج جاءت أفق التوقعات لكن جهاز المخابرات الوطن العراقي آثر على أن لا يعلن الأسماء إلا يتم التحقن من تحليل هرمون أو دم صفيحة الـ DNA هذه العملية أرسلت رسالة بينا واضحة أحمد بأن جهاز المخابرات الوطن العراقي على حيطة وحذر ويقضى ومتابعة وملاحظة ورصد لكل سكنة للتنظيم وبالفعل اليوم نحن إذا الجيل الثالث أو الرعيل الثالث من داعش بعد أن اندثر الرعيل الأول المتمثل بأبي بكر البغدادي وأبو مسلم الخرساني وعبد الله قرداش وأبو محمد العدناني وأبو علي الأنباري وفاضل حيفة ربما أستحضر معك هنا قد تكون مناسبة هي أستاذ فاضل يعني ليس غريب على جهاز المخابرات الوطني العراقي تتذكر بكل تأكيد وأنت متابعة في أكتوبر من العام 2019 جهاز المخابرات العراقي مرر المعلومات للجانب الأمريكي باستهداف البغدادي في إدلب عندما كان يعلم الوكل الذي كان يختبئ به وترامب بنفسه شكر العراق لكن ربما الخبر لم يأخذ صداه كون حينها كانت هناك تشرين والعراقيون منشغلين بأحدث تشرين بالفعل أنت تضع يدك على الجرح وهذه التفاتة فطنة وهذه التفاتة تدلل على بعد الذاكرة لا تملك ذاكرة قريبة تمتلك ذاكرة بعيدة أحسدك عليها أحمد يعني بالفعل جهاز المخابرات الوطني العراقي سبق له أن ساهم بإعطاء معلومات دقيقة جدا أدت إلى مقتل واستهداف البغدادي بالفعل في سوريا ليس هذا فحسب أحمد جهاز المخابرات سبق له أن استدرج بواسطة خلية الصقور الدكتور الشيخ سماعيل عيثاوي وهو رئيس اللجنة المفوضة لتنظيم داعش وهي أعلى لجنة وأعلى هيئة مسؤولة عن تنصيب الولاة والأمراء والشرعيين وكذلك الأمنيين وجميع الولاة في المناطق فضلا عن ذلك سبق له أن استدرج وألقى القبض على جمال المشهداني وجمال المشهداني هو الذي قام بقتل أكثر من 18 من ضباط البيشمرقة وهو الذي أطلق صواريخ أكثر من 30 إلى 20 صاروخ محملة برؤوس كيمياوية على منطقة توسخرماتو وأعتقد أن جهاز المخابرات الوطني هو الامتداد الطبيعي لعمل أجزة الاستخبارية وبالفعل هذه العملية النوعية الفريدة الاستثنائية أدت لمقتل الذي أعلن عنه 14 لكن معلوماتي تقول أن 16 من قيادات التنظيم أبرزهم شاكر النجدي وأيضا أبرزهم أبو همام أبو همام طبعا هو كان إداري عام سيف البحر وهو حل محل أبو ملوكة وأبو ملوكة ما أدراك ما أبو ملوكة أبو ملوكة هو كان والي الأنبار وهو يعد من أقسى الولاد في قيادات تنظيم داعش وهو كان يقوم بعمليات تفجير وتفخيخ وطبعا أبو همام هو المسؤول عن قطع الطرق ونصب السيطرات الوهمية وحرق المحطات على الطريق السريع فضلا عنه المسؤول عن المضافات سواء كان في الكهوف في الوديان واستحداثها في الجزر فضلا عن ذلك يعني جهاز المخابرات من ضمن القتلى كان وقاس الراوي ووقاس هو مسؤول الإعلامي والمسؤول المالي ومسؤول الخزانة ومسؤول البريد أيضا في تنظيم داعش فضلا عن ذلك يعني معمر الجنابي معمر أيضا عسكري عام ولاية الجنوب وهو والي ولاية الجنوب وهو من أهالي جرف الصخر وهو المسؤول الأول والأخير عن تهجير أهالي مدينة جرف الصخر واليوسفية والإسكندرية واللطيفية بان الأحداث الدموية والأحداث الطائفية عند تخهوم 2017 ومات لها وكذلك أيضا شاكر النجدي وهو عسكري عام طاطع الشيخ إبراهيم وأيضا هو مسؤول جنوب الرطبة فضلا عن هو مسؤول الهجوم الذي كان يمسك بملفات الانتحارين والعجلات المفققة فضلا عن ذلك أبو مسلم وأبو مسلم هو عمل بكتائب جنوب بغداد وهو يسمى من السجناء الأحرار أيضا كان من ضمن القتلى وهو كان الآمر وكان المسؤول عن معسكر الشيخين في ولاية الأنبار صيد ثمين أهداف ثمينة جهاز المخابرات ها هو ثالث أخرى على موعد مع النصر على موعد مع وثبة الأسد التي زفها إلى العراقيين ويعني جهاز المخابرات بهذا أحمد يكون قد قبر وكبح جماح وأحبط أحلام أربع سنوات من التهية والتحضير لتنظيم داعش لكي يمأسس لنفسه تنظيم من جديد وقوة ضاربة من جديد